حرب من التصريحات على خلفية الخطاب لأدل به رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم عيد قوات الأمن الداخلي اللي قال أنا القائد العام للقوات المسلحة الأمنية والعسكرية الكل وهذا ما أثار غضب حركة النهضة وحلفائها في الحكم على خلفية التصريحات المتشنجة لحركة النهضة ولأنصارها وحلفائها في الحكم نلقاه شقيق الرئيس نوف الاسعيد يتدخل ويكتب تدوينة يرد فيها على كل الاتهامات الموجهة لشقيقه وكل التخوفات من أنه ينقلب على السلطة في تونس واكتب نوف الاسعيد التدوينة قال فيها السؤال لما التوجس والخوف ما رئيسا للدولة يؤمن بعلوية الدستور الذي أقسم على احترامه ويستشهد به في كل آن وحين في الحقيقة إن كان للخوف مكان فهو خوف من الذين يخافون من تطبيق الرئيس للدستور وشتان بين الخوفين الذي يهاب تطبيق الدستور هو في النهاية لا يؤمن بالدستور وعلوية حاب يقول اللي حركة النهضة وحلفائها في الحكم ورئيس الحكومة والناس الكل اللي معارضة قيس السعيد هم يخافوا من تطبيق الدستور لأنه ما يؤمنوش بعلوية الدستور وبتطبيق القوانين والدستور حاتينهم مجرد شكل فقط وصورة فقط لا أكثر ولا أقل كما زيد أنه في السعيد اكتب تدوينة أو قال في نقطة قانونية حول النص الدستور المتعلق بالقيادة العليا للقوات المسلحة من طرف رئيس الجمهورية أن مصطلح الجيوش هو مصطلح مخصص ومحدد ولا يمكن أن يشمل قوات الأمن الوطني مثل ما هو الشأن في الفصل 77 من الدستور التونسي مؤتبرا أنه لو تعلقت إرادة المشروع الدستوري تونسي بحصر قيادة رئيس الجمهورية في قيادة الجيوش لقال ذلك بشكل صريح من خلال القول بأن يتولى رئيس الجمهورية قيادة الجيوش وهو ما لم يقوم به وفق تعبيره وبالتالي القانون يسمح لقيس سعيد أن يترأس جهاز الجيش وكذلك الجهاز الأمني على حد قراءة نوف الإسعيد اللي هو زيد أستاذ قانون دستوري كما شقيقه ويثير جدل كبير بتعليقاته على شأن الوطني وبرشا نيس تندد خاصة قيادة حركة النهضة وسيد الفرجيني بالأخص يتهم شقيق الرئيس بتدخل في شؤون البلاد وكل مرة يعمل تعليق نوف الإسعيد يثير به جدل كبير برشا في تونس ويتهم أصلا بعيلة الترابلسية اجدد ومن خلال التدوينات اللي انشرهم نوف الإسعيد وجه أصابع الاتهام إلى راشد الغنوشي مباشرة بأنه ما يحبش تطبيق القانون وبالتالي رسالة مضمونة الوصول إلى كل قيادة حركة النهضة وأنصارها وحلفائها في الحكم وإلى هشام المشيشي شنو أراكم في تصريح نوف الإسعيد ما تنسيوا اشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس بشوصي لكم الفيديو القادم